معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمية حمديني تفضل إيلم شكرا لك أحمد التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتكتيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر والوصول أيضا بخدمة مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجا وخلال اجتماع لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة لمستوى الجمهورية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطط الزمنية للانتهاء من كل مشروع وكذلك اطلع على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية التي تم تقديمها في إطار مبادرة الصحة العامة انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعالية برنامج تدريب الدفعة الأولى من البرنامج القومية لتدريب القائمين على العملية التعقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية يأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق برنامج تدريبي فني تخصصي للعملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية وذلك بهدف تلافي أي ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة يتم استغلالها فيما بعد من خلال الأطراف الأجنبية في الدعاوة التحكيمية ضد الدولة المصرية أدى رئيس الوزراء التونسي الجديد أحمد الحشاني اليمين الدستوري أمام الرئيس قيس سعيد خلفا لرئيسة الوزراء السابقة نجلاء بودن وعقب أداء اليمين أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن ثقته في نجاح رئيس الوزراء الجديد في مهام عمله مشيرا إلى التحديات التي تواجه تونس في المرحلة الرهنة وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تحقيق العدل المنشود والكرامة الوطنية والاستجابة لمطالب الشعب أعلنت وزارة الخارجيات الأمريكية أن وزير الخارجيات الأمريكية أنتوني بلينكين بحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مسافقيه التطورات في كل من النيجر والسودان وأوضحت الخارجيات الأمريكية أن بلينكين وفقيه أكد مجددا الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والمتمثلة في الإفراج الثوري عن رئيس النيجر محمد بازوم مضيفة أن الجانبين شدد أيضا على عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان خفضت وكالة فيتش التصنيف الاعتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA+. مشيرة إلى عوامل تشمل تآكل الحوكمة خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع صقف الدين العام وأوضحت فيتش أن خفض التصنيف الاعتماني للولايات المتحدة يعكس التدهر المتوقع للمالية العامة خلال سنوات الثلاثة المقبلة والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي وتآكل الحوكمة وجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهمة جنائية جديدة تتعلق بما سعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة 2020 هذا الاتهام الجديد هو الثالث خلال أربعة أشهر في إطار تحقيق أجره المحقق الخاص جاك سميث حول مزعم بسعي ترامب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن وتتضمن لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم التآمر للإحتيال على البلاد من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات النزيهة قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توميس إن الولايات المتحدة نمى إلى علمها أن روسيا مستعدة للعودة إلى محادثات اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مضيفة أن واشنطن لم ترى أي دليل على ذلك حتى الآن وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لحظت مؤشرات على أن روسيا قد تكون مهتمة بالعودة إلى المناقشات مشيرة أن واشنطن ستراقب عن كثب احتمال حدوث ذلك رياضيا تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال المقامة في السعودية ويلتقي الهلال السعودي اليوم مع الوداد الرياضي المغربي بينما يواجه تحاد جدة سعودية فريق الشرطة العراقية ويلتقي الترجي التونسي مع السفاق التونسية في حين يواجه أسد القطري فريق أهلي ترابلوس الليبي مشاهدينا انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال بقر فقرات صباح القرية مصر بعد الفاصل